تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدة على ما حظي به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال زيارته التي قام بها لمملكة البحرين مؤخرا هذا نصها صاحب الجلالة وأخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيطيب لي في اختتام زيارة الأخوة والعمل التي قمت بها لمملكة البحرين الشقيقة أن أعبر لكم ومن خلالكم للشعب البحريني الشقيق عن أخلص عبارات شكري وتقديري لما خصصتموه لي والوفد المرافق لي من حسن الوفادة وكريم الضيافة إنني لا أشيد بما أسفرت عنه هذه الزيارة الميمونة من نتائج إيجابية ولسيما ما ساد مشاوراتنا من تطابق في وجهات النظر حول مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك موقنا أن علاقات بلدين المتميزة ستزداد قوة ورسوخا بفضل حرصنا المشترك على إعطائها دفعة قوية خدمة للمصالح العليا لشعبين الشقيقين وتجسيدا لما نتقاسمه من تشبث راسخ بروح الأخوة والوحدة والتضامن وإذ أجدد لكم الإعرابة عن عظيم شكري وامتناني على حثاوة الاستقبال وكذا عميق فخري بما يربطنا شخصيا وأسرتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الخالصة والتقدير المتبادل فإني أدرع إلى الله عز وجل أن يحفظكم ويديم عليكم أردية الصحة والعافية ويطيل عمركم ويسدد خطاكم في قيادة بلدكم الشقيق نحو المزيد من الرقي والازدهار وتفضلوا صاحب الجلالة وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري محمد السادس ملك المغرب